تلقين الميت بعد دفنه لم يجد عليه دليل من السنة تلقين يكون للمحتضر لأنه ينفعه الشخص في لحظات الاحتضار تذكره بكلمة التوعيد ليختم بها حياته لكي يكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله أما إذا دفن وإذا وهضع في قبره فلا أعلم دليلا عند أهل العلم ممن ينقل عنهم العلم على مشروعية التلقين